اشتركوا في القناة انا ارى احط للذنوب من بر الوالدي انا وانت عندنا ذنوب كتير والذنوب بتضلم القلب وبتحرم الانسان من الاقبال على الله حاجات كتير وحشة في شؤم الظنوب انت ممكن تذنب وما تتوبش فيه وراك ممحاة أستيكة بتمسح الكبائر والصغائر اسمها بر الوالدين انا وانت محتاجين ده انا وانت منستحملش نبقى عاقين لأهلنا عشان كده لما ربنا حب يمدح سيدنا عيسى قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حية فمن ضمن تكريمات سيدنا عيسى في القرآن الكريم أنه نبي وأوصي بالصلاة والزكاة استنى وبرا بوالدتي فانت النهاردة لما تبقى بر بأهلك تيسير في الدنيا بركة في الرزق والعمر مغفرة للذنوب بعثة مع الأنبياء فأول خير بتجنيه لو رممت العلاقة المنهرة دي أنت هتبقى بار بأهلك وده لقب هتشوف خيره في الدنيا والآخر الحاجة التانية والخير التاني اللي هتجنيه لو بريت أهلك وأعدت بناء هذه العلاقة حاجة نوع أنت محتاج لها أن تكرم في أبنائك وأنت محتاج كده أنت محتاج لما تكبر في السن مش لما تكبر محتاج دلوقتي ولما تكبر في السن يبقى كلما تكبر عيالك يحنوا عليك أكتر ويحتووك أكتر ويستحملوك أكتر ويخدموك أكتر وما فيش أجمل من عزوة العيال بالذات لما الإنسان يضعف ويكبر يحس أن الثمرة بنت فيهم إكرامك لأهلك وإشعارك لهم بأن الثمرة بنت فيك هيتردلك في عيالك سيدنا وهب بن منبه بيقول أن الله أوحى لعزير أندر والديك فإنك إن فعلت ذلك رضيت وإن رضيت باركت وبركتي تصل للرابع من النسل يعني اجدل اللي بعدك عيالك وأحفادك وأحفاد عيالك البركة توصل ببركة برك لأهلك وأنت محتاج كده ربنا يطول في عمر الجميع ويوسع علينا في المال وفي العيال ولكن سعة الدنيا بالديء لما الإنسان عياله بيأذوه فلما أنت تبقى بار بأهلك من أكبر الأخيار اللي ربنا بيجبر خطرك فيها إنه يصونك في عيالك وأنا وإنت محتاجين ده عشان كده أخذ القرار من النهاردة لو أنت متدايق معلش استحمل وكرمهم أنت دلوقتي استغنيت وبقت قوي ارجع واخدم أبوك وأمك لغاية ما يروحوا لربنا سبحانه وتعالى وهم راضين عنك ولو ما شغل عنهم فزيارتك قلت واعتنائك قل فراجع نفسك ورتب أولوياتك وكون في الخدمة على مراد الله ورسوله ترجمة نانسي قنقر